اختتمت مناورات رعد الشمال العسكرية في منطقة حفر الباطن شمال شرق المملكة العربية السعودية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية المشتركة فريق الفرسان للعروض الجوية التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة برا وبحرا وجوا كانت مناورات رعد الشمال التي دعت إليها ورعتها المملكة العربية السعودية في أكبر حجد عسكري تشهده المنطقة منذ حرب الخليج الثانية عام 91 وتسعمائة وألف عشرون دولة شاركت في المناورات من مختلف العقائد العسكرية لجيوش الدول المشاركة ركزت في تدريباتها على قتال القوات غير النظامية والجماعات الإرهابية إضافة إلى أنماط قتالية في مساحات واسعة ومفتوحة لرفع جاهزية القوات المسلحة سؤال منطقي وملح لمن ترفع جاهزية القوات وبهذا الوقت تحديدا قبل أن نبحث عن الجواب ثمت أحداث وتقاطعات يجب الوقوف عندها لمعرفة أهمية ما قامت به الدول المشاركة في رعد الشمال وأهمها السعودية الوقت والأحداث والتهديدات والسياسة أمور دفعت المنطقة لاتخاذ تدابير قد تكون وقائية لرسم خريطة جديدة لميزان القوى الذي بدى مترنحا ومضطربا في الآوينة الأخيرة تجلى ذلك في تصريح مستشار وزير الدفاع السعودي الذي أكد أن إيران تهدد أمن المنطقة الذي يعد خطا أحمر حساسية الوقت بالنسبة للمنطقة بعد التصعيد الواضح من إيران على إثر تدخلاتها في شؤون الدول العربية ما عدته الرياض محاولات لزعزعة أمن واستقرار الخليج الغلو الكبير في دعم الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن تطلب مواجهة بدأت ديبلوماسية وتكللت بقطع العلاقات بين البلدين بعد إحراق واقتحام السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران تركيا الحليف الإقليمي كانت حاضرة في المنورات ما أعطها بعدا إقليميا قد يتعلق بالمشهد السورية بعد أن أعلنت السعودية والإمارات في وقت سابق استعدادهما لإرسال قوات عسكرية إلى سوريا عبر البوابة التركية انتهت فعاليات رعد الشمال التي شارك فيها ما يقرب من 150 ألف جندي وآلاف العربات والدبابات والطائرات بأنواعها بحضور عدد من قادة الدول العربية والإسلامية المشاركة يتقدمهم الملك السعودي بعد أن حققت المناورات أهدافها بحسب المسؤولين عنها بانتظار أهداف أخرى قد تحتاج إلى وقت لتظهر أمارات تأثيرها ونجاحها وكما تشاهدون الآن كثافة النيران ترجمة نانسي قنقر